بعض الناس طرحوا قالك لو كان يكونوا قراب منا ويجيوا يعتدوا علينا نحن لا نعتدي على أحد كحركيين الحراكي الجزائري إنه هو حراكي مسالم بطبيعة الحال وهذا هو المبادئ اللي تبناها الشعب الجزائري في حراكه لأن لو كان خرج الحراك في 22 فبرايل 2019 بالعنف لو كان ما يكملش هذا النهار الجماعة ما يكملهاش وينتهي في بداياته وهو حاولوا لعلكم تتذكرون باللي في مسيرة 1 مارس في حراك 1 مارس جمعة 1 مارس 2019 هذا اللي كان راه داري نوحا راه هو رئيس الأيران ديندن زيتوني واللي معاه في وجه الجزائر الوسطى إلا خرجوا الحجر العاصمة تملاد حجر باش الحركين يضربوا البوليسية الحركين قالوا لا احنا ما نضربوش البوليسية ولا جاي البوليسية يضربني إذا قدرت ما خليش يضربني ما خليش يضربني بسح ميش راح نضربو نقدر نحيله العصا ونرميها بسح ميش راح نضربو بيها نحنا سلميين والدليل أننا نقتلوا أخونا الشهيد بإذن الله حسن بن خدى يعني هذه الأحجار اللي خرجتها المخابرات ودنابها بداخل البلديات والحرس البلدي ومش عارف هذا الميار هذا هو حرس بلدي إذن موقفنا دائما سلمي دارك شوف في هذه السلمية كاين بعض الناس يقول لك بسح رام كاين يجي تجمع ليه ويضربك لا شوف القانون كاين في القوانين العالم أجمع في القوانين العالم أجمع كاين حاجة يسموها الدفاع عن النفس بمعنى أنك انت ما تبدأش بالعنف عمرك ولا تبدأ بالعنف دائما تحاول تبقى مسالم وبكلام العنف لا لفظا ولا سلوكا هذه قوانين تقولها وأيضا نحن نتبنيناها كلنا كجزائرين في الحارة ما تبدأش بالعنف لا لفظا ولا سلوكا جاء واحد يحب يبان بلي رحو يخدم مليح يحب يبين ناصر الجن وجبار مهنة راني يخدم مليح وراني يدركه معاكم مطلق خاصة إذا كانوا دائرين له عشر سنين ولا خمس سنين هدوه بها ولا مخوفين بالاعتقال لا تدخل فهو لازم يبين باللي راهو يخدم لي جاي يتعدى عليك جاي يضربك رد الضرب فقط ردوا على ضربه ردوا على عنفه ما تضربوش في دعصان يحيهالو جاي يتسب ويتهاجم طبعو ما تدخلش في العنف معاه بعبارة دقيقة وملخصة ما يسمح به القانون في إطار الدفاع عن النفس ما يسمح به القانون مش أكثر في أي بلد لكن عمرك لا تدخل في العنف ولا ترد على العنف بالعنف نحن مسالمون وسنظل مسالمون من بين الحكمة والقوة الضاربة لهذا الشعب هو أن سلميتنا أضعفتهم وكشفتهم وفضحتهم آه صحيح جاي واحد يقولك لكننا لم ننتصر مؤقتا الانتصال يصنع على سنوات ثم تنتصر بالعنف تروح إلى كوارث شوف الثورة الجزائرية نحن كلنا مع العنف اللي مارساته الثورة الجزائرية من أجل حرير البلاد لأنه عندما يكون الاستعمار الخارجي كل الطرق تجوز بما فيها العنف لأن الاستعمار الخارجي واضح الأمور فإحنا كلنا كجزائرين نعتز بالثورة الجزائرية والثورة الجزائرية كانت عنيفة في ردها على عنف أكبر وأعظم وأجرم عنيفة في الحدود الضيقة اللي كانت عندها بمعنى كان عنف ثوري لكن هذا اللي جاءه بثورة الجزائرية بالعنف بالرغم من أنها من حيث المبدأ ومن حيث الاستراتيجية ومن حيث كان ذلك ضروري على الشعب الجزائر ومن كاش عنده خيار إلا أنهم بقوا بالعنف الذي يأتي بالعنف يستمر بالعنف حتى ولو كان في البداية عنده الحق باش يمارس العنف فإحنا كمبدأ مطلق كاستراتيجية كاملة دائمة للآن وللبعيد لا للعنف نحن حركات لا عنفية نحن كحرك حركة لا عنفية كموفمو حرك حركة لا عنفية نحن أيضا في قناعاتنا الفردية قبل الحرك قلنا وتبنينا المذهب اللاعنفي في مواجهة الطاغية لما يكون محلي لو جيد طاغية يكون استعمار خارجي لا نواجهه بكل الطرق وبكل وسائل لكن عندما يكون محلي باش متعودش سراء واشترانا في تسعينات أو يتكرر واشترا في سوريا أو في ليبيا السلمية ثم السلمية ثم السلمية اليوم وغدا وفي كل حين لأن هذه تضعفهم السلمية هي لتضعفهم هي لتزعجهم هي لتغلقهم ثم مها ما حبين تدروا هذا اللي رهم هي تبون في بارز Win seg is it in Paris 자는 إلى مارسيليا ما يليون و sí ماوجدوا يا الأخير هلnox ستقصون شعب الجزاري يحب التبون ثم ما تقولوا لا أعرف لو جزاري و المرات بترى يعبر على وش يحبه وش ما يحبش دروها في الجزائر وش داكم لبلاد الاستعمار الحركين يدروها في بلاد الاستعمار لان ما عندهمش خيار لان الناس اللي داروا الحركة وكذا كلكم راكم تتابعوا فيهم وتواجهوا فيهم ودخلوا فيهم الاحباس والاتهامات الى آخر خاصة اللي عارفين هم ثابتين وأقوية طيب انتم ما؟ هدروها راكين اكثر من ألف مدينة في الجزيرة في الجزائر اذا حسبنا القرى وحسبناها راكين اكثر من ألف لا اي اخروا نحسبو المدن اللي فايتها خمسين الف ساكن فاقت والله اكثر من ميات مدينة هاي روحوا وخرجوا اتحداكم روحوا وخرجوا وشوفوش يخرج لكم بعد اذا ما قلتش دولة مدنية تصدع في في عموم البلاد ويرجع الحراك لكن هني نتحداكم هاي راكم تقولوا الجزائره هي المدن الجزائرية والشعب الجزائره مع تبون روحوا وقولوا اه يا شعب الجزائره يخرج 19 مارس عبر على رأيك مع تبوني تشوفوش يخرج لكم راح نشوفوش يخرج لكم لكن ولا كيخرج قاع الشعب الجزائري معاكم احنا غالطين خرجونا غالطين خلوا الشعب الجزائري يخرج وخرجونا احنا غالطين باش يخرج الشعب الجزائري وقال قاع يحيتبون احنا خلاص نقولوا خلاص هذا الشعب اختار طريقه ملا احنا نكملوا بس هنكملوا على اجيال قادمة احنا عارفينوا وش هح يخرج بس هنتو ما شوفو بلاك انتو ما عندكم اخبار خير مننا وعندكم وقاع خير مننا وعندكم امور خير مننا واش اداكم البلاد الاستعمار احنا بلاد الاستعمار وانا مشردين اه وعواصم الغرب لانه ما عندناش خيار اتحداكم اتحداكم ان تخلوا الشعب يخرج يوم مش راكم تقولوا 19 مارس هي الاحتفال بعيد النصر رسميا اه يعني لانه نهاره 19 مارس هو النهار اللي توقعت فيه اتفاقية ايبيان اذا سهلا خلوا الشعب يخرج يعبر عن ذكرى ثلاثة ذكرى كم ستكون ستكون ذكرى الواحد وستين الواحد وستين الانتصار على فرنسا عيد النصر خلوا الشعب يخرج ودعموه دائرين قناة ولا زوج تعموا خابرات وكذا وجايبين واحد السبعة والثمانية ديفوايو معروفين في فرنسا وبعضهم مرتزق يقول علانا يقول انا نخدم مع الديارس كونجا هناك قانون في فرنسا يطبق يدخلوا للسجن لانا كي تجي تقول انا عالا نخدم مع الديارس بك تخدم مع جهاز مخابراتي تاع بلد اخر البلد اللي تكون فيه ما يقبل لكش ذلك لكن طبعا فرنسا فيه جزء من الجهات الفرنسية متواطعة مع العصابة كما كان هنا واحد استفيه كان يقول نقتل عشرين مليون جزائري وانا نخدم مع الديارس وكذا لكن عمرهم لقلقوا هنا لماذا؟ يبدو انه نجيها ايضا تركت له تركت له الأمور ف اذا خلاصة هذا الموضوع الحركيين والاحرار يخرجون في كل مناسبة ممكنة يخرجون بمبادئ وشعارات الحراك ويلتزمون بأخلاق الحراك وعلى رأس هذه الأخلاق الحضارية والسلمية ولا يدخلون في خصومات او في عنف اذا ما جاء سفها ليسبوهم او يشتموهم او لكن في حالات استثنائية يردون الصائل كما يسموه او يردون العنيف لا يتركوه باش يضربهم ولا يسبهم يتبعوه وروح بعدنا والله يشدوه يسلموه لقوات الشرطة التي تكون موجودة هناك دون الدخول في عنف وفي اسوأ الحالات ان يبقى الانسان دائما ضمن ما تفرضه قوانين البلد الذي يتحرك فيه والقوانين كلها متقاربة ومتشابهة في اوروبا على كل حال وهو لا تبدأ عمرك ولا تبدأ بعنف في حالات معينة ما يسمح لك القانون ان ترد فيما يعرف بال self defense لكن هذه عندها شروطها وعندها حدودها احنا فقط نقول لاخواننا دائما نحن في هذه البلدان نحن ضيوف حتى اللي ولد هنا حتى في النهاية نحن نعتبر انفسنا ضيوف فنتصرف دائما في افضل الطرق الممكنة حتى لمن يعتقد نفسه ان هذا البلاد راه مقيم فيها وقد يموت فيها الى اخره لكن راه وجوهنا واسماءنا تختلف على اسم اهل البلاد الحال الاولين وهما سينظرون لنا حتى ولو اعتبرونا مواطنين سينظرون لنا بشكل او باخر اننا ضيوف احنا نبقى ضيوف احنا ما عندناش مشكلة ما دام القانون هو الذي يحكم بين الجميع نعم لحضور اكبر عدد ممكن من الحركيين ومن الاحرار في 19 مارس في مسيرة باريز ندعو لها ونشجع عليها ونقول اخوانا اذا ما جاءكم سوفهاء من سوفهاء وعملاء ناصر الجن وصنافو فابتعدوا عنهم لا تردوا عليهم اذا ما خطبهم الجاهلون قالوا سلامة اذا واحد جاء بالعنف وجاء بالسبجة اذا الشرطي امامه نقول له هاو اخويا جاي يدير في العنف واذا جاء خلاص باش يضربك بالله ورد على روحك في الحدود التي يسمح بها القانون وما يسمح به القانون فقط بحيث ان تخليش يضرك بدون ان تتعامل معه انت بعنف تماما يعني هذه معركة سينتصر فيها الشعب في نهاية المطف لا نعرف التكلفة ولا نعرف التاريخ هذا كلهم في علم الله متى متى السؤال لا يطرح اذا ما كان الشعب سينتصر ام لا الشعب سينتصر بإذن الله انما متى وكم ستكون التكلفة علينا كوطن وكشعب وكبلاد ولذلك كلما التزمنا بالاخلاق وبالحضارية وبالسلمية كلما خففنا من تكاليف المخاض القادم والثورة القادمة على الأبواب اشتركوا في القناة